راهي مسأل يقول قضية كيف يستر مسلم على المسلم و ما هي ضابطها الستر على المسلم أو أتحدث عنه سواء في وسائل التواصل و غيرها الأصل هو الستر على المسلم النبي صلى الله عليه و سلم يقول من ستر مسلم من ستره الله في الدنيا و الآخرة فالأصل أن الإنسان يستر زلات إخوانه المسلمين ولا يشحر بهم ولا يفضح بهم فهذه يعني التشيير و التفضيح بالمسلمين هذه ليست من أخلاق المؤمنين إنما المسلم يعامل إخوانه المسلمين كما يحب أن يعامله به كما أنه لا يرضى بأن أحدا يقوم بالتشيير به فكذلك أيضا هو ينبغى أن يفعل ذلك مع إخوانه المسلمين الأصل إذن هو الستر الأصل أنك تستر ما أمكن إلا إذا كان هذا الإنسان تكرر منه هذا الشيء و أيضا يجاهر به يجاهر به و يتكرر منه هذا لا مجال للستر عليه لأنه هو الذي فضح نفسه هو الذي فضح نفسه هو لا يريد أن يستر عليه لأنه جاهر بهذه المعصية أو أنه مستمرئ لها و تتكرر منه فهذا لا يستر عليه إذن لكن إنسان وقعت منه زلة وقع منه خطأ وقع هنا يستر عليها الأصل هو الستر الأصل و ستر خاصة إذا أظهر التوبة و أظهر الندم و لا يحب أن هذا الأمر يظهر و إنسان حي و معروف بالستر و لكن حصل منه زلة فهذا يستر عليه أما إنسان مجاهر و يرتكب هذا الأمر مجاهرة و يتكرر منه هذا الأمر هذا لا يستحق الستر